مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم تمكنت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة من إحراز تقدم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوى عقب شن عملية عسكرية واسعة ضد مليشي الحوثي قالت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش وألوية العمالق المدعومة إماراتيا سيطرت على منطقة حيد بن عقيل الاستراتيجية قرب مدينة النقوب مركز مديرية عسيلان كما تخوض مواجهات عنيفة للسيطرة على مناطق أخرى وقطع الإمداد على المليشي المتواجدة في منطقة الصفراء في سياق متصل شنت مقاتلات التحالف السعودي الإمارات غارات مكثفة على مواقع وتمركزات المليشي الحوثي في جبهة شرق البلق بمحافظة مارب وقالت مصادر عسكرية ميدانية الغارات تزامنت مع قصف مدفعية للجيش الوطني سادف مواقع المليشيا في الجبهات الجنوبية والغربية وأفادت بأن القصف أسفر عن مقتل عدد من عناصر المليشيا وتدمير أليات ودوليات عسكرية تابعة لها تعرضت أحياء سكانية في مدينة تعز لقصف حوثي ومكثف بقذائف الهوين والسلاح المدفعية قال مراسل قناة بالقصن المليشيا المتمركزة في تبتي سفتل والسلال قصفت بالقضائف أحياء عدة شرق وشمال المدينة متسببة بحدوث أضرار في بعض المنازل دون الكشف عن وقوع خسائر بين السكان سياسيا دعا المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ الأطراف المتحاربة إلى اقتنام فرصة حلول العام الجديد لإحلال السلام في البلد وقال ليندر كينغ في رسالة للشعب اليمني عشية رأس السنة البلادية الجديدة أن استمرار القتال سواء في مأرب أو أي مكان آخر لن يجلب سوى مزيد من المعاناة مشددا على ضرورة استغلال الفرصة لوقف القتال وبدء المفاوضات من جهتها دعت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي للامتناع عن تعليق رحلاتها الإنسانية إلى مطار صنعاء حتى لو كانت لأسباب فنية محذرة من أن ذلك يقوض عمليات الإغاثة في البلاد كما دعت الأمم المتحدة الحكومة الشرعية إلى السماح على وجه السرعة بدخول معدات ضرورية لمطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أكد بيان لمنسق الشؤون الإنسانية أن لجنة الإجلا والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف بقيادة السعودية تحققت من محتويات الشحنة في وقت سابق من هذا الشهر انتهى المجاز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر